يقول ما حكم من يساعد الأبناء بالغش وقت الاختبارات هذا صحيح السؤال بائخ لكن واقع واقع هذه رسالة أوجيها وليسمحوا لي إلى التافهين والتافهات من أولياء الأمر عندما يأتون ويغششون أولادهم في الاختبارات لو كان صديقه يغششه عقلة مثل عقله وصغير وشطانه وشباب أو حسب عثنوية متوسط فدائي حسب لكن أنت أيها الأب أيتها الأم أيها التافه أيها التافهة تغششون أولادكم بالامتحانات بدل ما تعلمون يدرس يتعلم تعلمونه الغش تربونه على الغش ماذا سيستفيد في حياته الدنيا بشكل عام يطلع غشاش بأمر أبيه وأمه يغش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشش فليس منه عندما يكبر يقول أمي أبوي كان يغششوني يفرح بهذا أم أبو قدوة عنده ثم كذلك ماذا استفاد الابن لما غششت الامتحان أنا يتصل به بعض المدرسين حقيقة أو المدرسات يقول يتصل بنا خاصة النساء توجيه للنساء خاصة يتصلون علينا أولياء الأمور من النساء ترسل لنا الاختبار تقول حلو الاختبار حق ولدي أو بنتي الواجبات حلو بفلوس عشان ولدها يلعب يستانس وهذا والمهم أهم شيء ينجح ما في عقول ألا تعقلون ألا تفهمون طبعا هذولي حرام عليهم و هذولي حرام كل حرام 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 والعياذ بالله أهم شيء عندهم الشهادة أنه ياخذ شهادة حت له حمار ما يضر المهم شهادة ما يفهم شيء المهم شهادة يحضرني أحد الإخوة ذهب إلى المدرسة فقال للمسؤول في المدرسة قال أنا لا يهمني أن ينجح ولدي بقدر ما يهمني أن يفهم وهؤلاء أهم شيء عندهم أن ينجح لو غش بغش بغش فاتقوا الله سامحوني على بعض الألفاظ اللي قلتها لك والله من قلبي كيف تغششون أولادكم كيف تعلمونهم الغش كيف تسمحون لأنفسكم أن أنتم تجسون معه مرات بالامتحان الأم قاعدة معه بنتها وتنقله شيء ما في عقود ما في فهم ما في إدراك لعواقب الأمور ماذا سيخرج هذا الإبن فرد صالح بالمجتمع مستحيل إلا أن يهديه الله سبحانه وتعالى يلقى غير موبوه ناس عقلاء يعلمون الحق ويدلونه عليه والله أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر